اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب دعم السلطة التشريعية للحفاظ على المسار المتميز الذي تتسم به علاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية كيرغيزستان الصديقة والحرص النيابي على سرعة تطويرها ونموها في شتى الأصعد وعلى جميع المستويات نعم جاء ذلك خلال اللقاء معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب اليوم سعدت السيد جيني بيك جولبييف وزير خارجية جمهورية كيرغيزستان الصديقة حيث جارى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمسجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أهمية تبادل الزيارات البرلمانية المتبادلة بين مجلس النواب والبرلمان في جمهورية كيرغيزستان مستعرضة معاليها التصورات الطموحة المرتبطة برؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين والدور المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الغايات التنموية المنشودة من جانبه أكد سعادة وزير خارجية كيرغيزستان الاهتمام الكبير الذي تليه حكومة بلاده لتعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين في المجالات كافة نقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين تلبية لدعوة كريمة من سعادة وزير الخارجية البحريني وخلال الزيارة تم عقد جلسة مباحثات رسمية لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين بهدف تعزيزها وتوطيلها على كافة الصعود السياسية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية ونأمل في المزيد من الزيارات المتبادلة بين مسؤول البلدين الصديقين تشرفنا اليوم بمقابلة وزير خارجية غريزستان في لغاء ودي برئاسة رئيسة ثمس نواب معالي السيدة فوزير بتعضل زينل تطرق اللغاء إلى العديد من الجوانب المشتركة وسبل تنمية تطوير العلاقات بين البلدين وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتنمية السياحة والاقتصاد وأن نظر في فتح توادل السفرات والسفراء بين البلدين